اشتركوا في القناة وهو بعنوان اكتشف ذاتي نتحدث عن الجزء الخاص بالسير والشخصيات ومعنى في هذا الجزء الدرس الاول اليوم وهو بعنوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه ونشأته اذا نتحدث اليوم عن الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نسبه واسمه ومكان ولادته نشأته ونتحدث عن مرضعته ونتحدث عن احداث حدثت بعد مولده صلى الله عليه وسلم مع مرضعته ونتحدث عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلومات كثيرة تخص المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحرص ان احنا نتعلم ونركز في درس اليوم فكلمنا اليوم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فبداية نحن نتحدث عن النبي نبدأ نصلي عليه ثم نبدأ في الدرس إن شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بداية نتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتكلم عن مولده صلى الله عليه وسلم نتعرف على اسمه صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف مرة أخرى اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بعد ذلك نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ ميلاده وأين ولد فنقول ولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول بمكة المقرمة يبقى تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نقول ولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر يعني اتناشر ربيع الأول سنة تلاتة وخمسين قبل الهجرة الحابب يزاود المعلومة دي يوضيفها عنده سنة ميلاد النبي نقول تلاتة وخمسين قبل الهجرة في أي شهر من الأشهر الميلادية وأي سنة ميلادية نقول أيضا في شهر إبريل اللي هو شهر أربعة سنة خمسمية وسبعين ميلادية الكتاب ذا كلنا نفزة أو معلومة بسيطة وهي أنه صلى الله عليه وسلم ولد اتناشر ربيع الأول بمكة المقرمة كلام جميل جدا يبقى ولد فين في مكة المقرمة تاريخ ميلاد الثاني عشر من شهر ربيع الأول توفى أبوه عبد الله قبل مولده صلى الله عليه وسلم فنشأ يتيما ونشأ مع أمه السيدة آمنة بنت وهب ومع جده عبد المطلب فمرة أخرى توفى أبوه قبل ميلاده ونشأ مع أمه السيدة آمنة بنت وهب أم النبي اسمها آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ثم بعد ذلك قال كان من عادات أهل مكة في ذاك الوقت أن ترضع نساء البادية أبناءهم وذلك لينشأوا في بيئة الصحية بعيدا عن أمراض الحضر ويتعلموا فيها الفصاحة والأخلاق العربية الأصيلة المعلومة هنا بيقول أن عادة أهل مكة في هذا الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أن ترضع نساء البادية أبناءهم يعني الأم المولود لا ترضعه وإنما تأتي بامرأة من نساء البادية الصحراء تأخذ هذا الطفل المولود الجديد وتذهب به في مكان بيتها في البادية وترضعه حتى ينشأ الولد أو المولود الجديد في بيئة صحية بعيدا عن أمراض الحضر زي مكة المقرمة أو المدينة المنورة أو أي مكان حضر يعني في عدد كبير من الناس في بيوت في أهالي في سكان وهكذا من سميع حضر ويتعلموا فيها الفصاحة والأخلاق العربية الأصيلة يبقى لما نسأل السؤال مثلا ما السبب من إرسال أهل مكة لأولادهم أو المولود الجديد إلى نساء البادية نقول لينشأوا في بيئة صحية بعيدا عن الأمراض الحضر ويتعلموا فيها الفصاحة والأخلاق العربية الأصيلة الفصاحة يعني اللغة العربية كصحة ويكون لسانه لسان يتحدث باللغة كما ينبغي أن تتحدث ويكون إنسان لديه أخلاق عربية أصيلة أخلاق يعني أخلاق حسنة أخلاق طيبة هذا كله يكون في الصحراء أو في البادية تمام ننتقل إلى جزء آخر وهو موضوع مردعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تسمى حليمة بنت أبي زؤيب السعدية زوجها اسمه الحارس ابن عبد العزاء نبدأ وننظر ماذا يريد أن يوضح لنا في هذا الجزء يقول خرجت حليمة مع نساء بادية بني سعد بادية بني سعد زي قلنا مكان بادية ده يقصد به الصحراء بني سعد قبيلة قبيلة تسمى بني سعد خرجت السيدة حليمة مع نساء بادية بني سعد زاهبون إلى مكة بحسا عن طفل تردعه هي رايحة تبحث عن طفل تردعه أيضا باقي النساء يبحثون عن أطفال يردعونهم وكانت تمططي أي تركب أتانا أتانا هي اسم لأنثى الحمار يبقى ثاني معلومة جديدة بالنسبة لنا كانت الركوبة التي تركبها السيدة حليمة السعدية وهي زاهبة إلى مكة المقرمة تمططي تركب أتانا وأتانا اسم الأنثى الحمار وكانت بطيئة وكان معها ناقة اللي هي الجمل ضعيفة خلى ضرعها من اللبن يعني لا يوجد في مكان أو موضع اللبن لبن الناقة ضعيفة ما فيهاش لبن وكان يصحبها زوجها وابنها الرضيع أنا أقول لك في رحلة السيدة حليمة أذكر من كان معها نقول كانت تمططي أتانا هي أنثى الحمار وكان معها ناقة ضعيفة خلى درعها من اللبن وكان في صحبتها زوجها وابنها الرضيع ابنها الرضيع قال لك الذي لم يكف عن البكاء يعني لم يمتنع عن البكاء طيلة الطريق وذلك من شدة الجوع أو من الجوع بعد ذلك أو هنا لسه معنا في هذا الجزء نقول كان معها ابنها الرضيع هي كان لها كم ابن كان لها أبناء ثلاثة عبد الله وأنيسة وحزافة اللي هي تسمى الشيماء دول أبنائها من الحارس اللي احنا قلنا عليه من شوية زوجها اسمه الحارس ابن عبد العزة فكان معها ابنها الرضيع اللي هو مين؟ عبد الله كان رضيعا وكان يبكي ولم يكف عن البكاء من شدة الجوع وصلت السيدة حليمة السعدية إلى مكة وكانت المرضعات الأخريات النساء الخارجوا معاها قد سبقنها فلم تجد سوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتأخذه معها يبقى كل المرضعات سبقوا إلى مكة المقرمة وأخذوا الأطفال اللي يردعونهم ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المرضعات تجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذونه لأنهم يعلمون أو علموا أن والده قد توفى قبل ميلاده فقالوا أنه يتيم من الذي سينفق علينا من الذي سيعطينا أجرة الرضاعة فكانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذونه فكان من حظ السيدة حليمة السعدية حينما رأته أخذته معها الجزء الآخر طفل مبارك يقصد به صلى الله عليه وسلم احتضنت السيدة حليمة السعدية سيدنا محمد ورضع منها هو وابنها حتى شبعا وعندما همت هي وزوجها بالعودة ومعها سيدنا محمد وجد أن ناقتهما قد امتلأ ضرعها لبنا أول ما وصلت بدأت رضع النبي النبي شبع وبدأت رضع سيدنا اترضع أخوه من الرضاعة اللي هو ابنها الرضيع الصغير وقلنا إيه من شوية كان يبكي من شدة الجوع ثم حينما أرادت أن تذهب وترجع بهما إلى البادية رأت هي وزوجها أن الناقة التي كانت معهم قد امتلأ ضرعها مكان الوجود في اللبن في الناقة امتلأ ضرعها لبنا شيء غريب أما الأتان اللي هي أنث الحمار قد سبقت كل الإبل حينها ركبتها وبدأت تسير بها هي وزوجها سبقت كل الإبل حتى وصل يعني هي والزوجها وكل اللي معها اللي هي الزوجها وابنها والنبي صلى الله عليه وسلم والناقة والأتان دي وصل إلى ديار بني سعد قبل بقية النساء تأكدت السيدة حليمة حينئذ أن هذا الطفل اليتيم طفل مبارك يعني أول ما شافت التغير اللي حصل لها هي والأشياء اللي معاها تأكدت أنها معها طفل مبارك يعني فيه خير وفيه بركة بسببه امتلأ ضرعنا قلبا بسببه سبقت الأتان اللي هي أنث الحمار كل الإبل باقي النساء بسببها بسبب النبي صلى الله عليه وسلم تغير حالها إلى الأفضل ولم يقف الأمر عند ذلك بل حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم على أغنام وإبل بيت حليمة في البادية فامتلأت ضرعها لبنا أيضا كان لديها في بادها وفي بيتها أغنام ضعيفة هزيلة أيضا لا يوجد فيها لبن فحلت البركة على هذه الأغنام والإبل حتى امتلأت ضرعها لبنا فأحبت السيدة حليمة وأسرتها سيدنا محمد حبا جمى حبا كثيرا لما أو لما رأوا من الخير الذي عمهم ببركته صلى الله عليه وسلم حتى أعادته لأمه وجده بعد أن أنضى معها قرابة السنوات الأربع يبقى لم أقول لك النبي مكث عندي السيدة حليمة كم سنة تقريبا أقول أربع سنوات تقريبا تمام وحبت السيدة حليمة وأهلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله والنبي في سن الطفولة لسه طفل بيرضع كان صلى الله عليه وسلم مليء بالبركة والخير وهذه البركة وضعها فيه الله طبعا وتعالى ننتقل بعد ذلك إلى وفاة أمه وجده توفية أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب وعمر النبي ست سنوات يعني في السادسة من عمره يبقى توفية أم النبي السيدة آمنة وعمر النبي كان ست سنوات أو نقول في السادسة من عمره فانتقل إلى كفالة جده يعني رعاية جده فكان جده يكتكفل بتربيته ورعايته فانتقل إلى جده عبد المطلب الذي أحبه واهتم به فكان يقول لأبنائه دعوا ابني هذا فوالله إن له شأنا نركز يبقى جد النبي عبد المطلب كان يقول لأبنائه دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا لما أقول لك مثلا من قال هذه العبارة دعوا ابني هذا فوالله إن له شأنا نقول جد النبي عبد المطلب تمام ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سماني سنوات لما كان عمره ثمان سنوات توفى جده عبد المطلب فانتقل إلى عمه أي كفالة عمه وتربية عمه والاهتمام من خلال عمه بل أول أمه توفت عمره ست سنوات فانتقل إلى جده اهتم به وأخذ يربيه وأخذ إرعاه وحينما بلغ عمره ثمان سنوات توفى جده عبد المطلب فانتقلت الرعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب الذي ضمه لأبنائه وقام برعايته والعطف عليه صلى الله عليه وسلم رعى الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنام لماذا؟ يساعد عمه ويخفف عنه وذلك حبا له واعترافا بفضله عليه النبي كان بيحب عمه أبي طالب حبا كثيرا لأنه كان يراعيه ويحبه ويخف ويهتم به فأراد أني ألا يكون عالة على عمه وأن لا يكون عبءا سقيلا على عمه فهو طفل صغير بدأ يتعلم رعي الأغنام وعمل في رعي الأغنام ومعنى رعي الأغنام أنه يأخذ الأغنام ويذهب بها إلى الصحراء أو الأماكن التي فيها خضرة وفيها طعام وفيها شراب ويرعاها أن يؤكلها ويجعلها تتناول الشراب والطعام ثم يهتم بشؤونها ويحافظ عليها ثم يرجعها مرة أخرى إلى أصحابها ويأخذ أجرة على ذلك فعمل برعي الأغنام وهو صغيرا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث شريف الذي ورد عن أبي فريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريت لأهل مكة مرة أخرى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعاء الغنم فقال أصحابه وأنت يعني وأنت يا رسول الله أيضا كنت ترعى الأغنام فقال نعم كنت أرعاها على قراريت لأهل مكة ما معنى كلمة قراريت قراريت هي دنانير أو دراهم يعني أعوذي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ويقول لنا ويعرفنا إنه كان بيرعى الأغنام مقابل أجر الأجر ده هو تعبوا بسماه قراريت والقراريت عبارة عن دنانير أو دراهم تمام دب لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بكل الأنبياء إخوات النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة الرسالة اللي سبقوه كانوا أيضا يعملون بهذا العمل رعي الأغنام لأن رعي الأغنام يعلم ويكسب الإنسان صفات ومهارات كثيرة منها الصبر والرحمة والرعاية والعناية منها التواضع منها العدل والمساواة منها حصن القيادة منها تحمل المسئولية منها العطف والحرص منها التفكر في كون الله ومخلوقات الله فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم أنبياءه هذه الأخلاق وهذه الصفات ويكسبهم هذه المهارات من خلال عملهم برعي الأغنام يبقى رعي الأغنام تقسب الإنسان وتجعله لديه مهارة في الصبر والتحمل لأنه يرعى حيوانات وهذه الحيوانات ليس لديها عقل وهذه الحيوانات لا تسمع لكلامه بمجرد أن يؤمرها بشيء فلابد أن يكون لديه حكمة ويكون لديه صبر في التعامل معها وفي الحفاظ عليها وفي رعايتها فده كله يكتسب الشخص من تعلم أو من رعي الأغنام بهذا نكون انتهينا من الدرس طبعا درس ممتع ودرس جميل جدا قبل ما نبدأ نشوف الأسئلة الخاصة به طبعا الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي ده هو رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أحد رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا كلمة قراريت معناها الدنانير والدراهم أو الدنانير الدنانير أو الدراهم يبقى كلمة القراريت هي الدنانير أو الدراهم في سؤال مهم يخص الدرس ونقول ما الدروس المستفادة من تقدير العمل ورعي الأغنام احنا تعلمنا من خلال ما ختمنا به الدرس رعي الأغنام وتعلم النبي رعي الأغنام وحرصه على العمل تعلمنا حاجات مهمة فبيسألك ما الدروس المستفادة من تقدير العمل ورعي الأغنام نقول مثلا يستفاد من الحديث أو يستفاد من الدرس عمتا أهمية السعي من أجل كسب الرزق الطيب الإنسان يحرص أن يسعى ويتحرك من أجل أن يكسب رزقا طيبا حلالا أيضا يستفاد أن من هذا العمل الذي يكسب الإنسان من أجله الرزق الحلال عمل رعي الأغنام الذي كان مهنة الأنبياء تعلمنا من حديث أن رعي الأغنام كان مهنة جميع الأنبياء يستفاد أيضا من الحديث سواضع النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده على نفسه في كسب رزقه ومساعدته لعمه حتى لا يكون عالة ولا عبءا على عمه فكان يريد أن يساعد عمه اعترافا له بجميلة وأيضا لكسرة أولاده حتى لا يكون مسكلا أو عبءا سكيلا على عمه أبي طالب إن شاء الله أنا أتمنى أن نحن نكون حصلنا أكبر قدر من المعلومات اليوم في هذا الدرس الدرس ممتع والكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممتع ولا ينتهي ولكن هذه المعلومات التي احنا التزمنا بها خلال الدرس أتمنى أن نفهمها ونحرص على مراجعتها ومذاكرتها مرة واثنين وثلاثة حتى نحصلها ولا ننساها بعد ذلك ننتقل إلى حل التدريبات الخاصة بالدرس النشاط الأول رتب الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم نفتح معي صفحة 25 أو نركز معي في حل التدريبات وبعد كده معك الفيديو عاود تفتح تحل معي ثانية بعد كده في شو شكل أولا نحل مع بعض رتب الأحداث يبقى تذكر لك أحداث كثيرة من خلال الكسة اللي ذكرناها اليوم أو الدرس بتاعنا نبدأ نقرأ واحدة واحدة ونرتب الأحداث بيقول لك ماتت أمه آمنة وهو في السادسة من عمره طبعا ده مش حدث أول مات أبوه قبل مولده ممكن يبقى حدث أول نشوف ولد النبي إبقى ما نحن بنقرأ الأحداث كلها وبعد كده أبدأ رتب ولد النبي في الثانية عشر من ربيع الأول رباه عم أبو طالب بعد وفاة جده عاش مع مرضاعة حليمة السعدية في بادية بني سعد مات جده وهو في الثامنة من عمره نبدأ نرتب نقول أول حاجة مات أبوه عبد الله قبل مولده اثنين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية عشر من شهر ربيع الأول ثلاثة عاش مع مرضاعة حليمة السعدية في بادية بني سعد أربعة ماتت أمه وهو في السادسة من عمره خمسة مات جده وهو في الثامنة من عمره أخيرا ستة رباه وعمه أبو طالب بعد وفاة جده يبقى مهم في السؤال ده أن نقرأ الأحداث كلها بتركيز وأبدأ أفتكر اللي تعلمناه في الدرس وأبدأ أرتب من خلال اللي احنا تعلمناه النشاط الثاني شملت بركة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة وأسرتها أكتب مثالين على ذلك زي ما تعلمنا من الدرس نقول مثلا امتلأ أو امتلاء ضرع الناق لبنا وضروع الأغنام والإبل في بيتها باللبن أيضا سبق الأتان اللي أنثى الحمار التي كانت تركبها كل الإبل وامتلأ امتلاء أيضا ضرع الناق لبنا وحلت البركة في دار السيدة حليمة السعدية نشاط ثلاثة اكتب صفتين اكتسبهما النبي صلى الله عليه وسلم من عمله برعي الأغنام معنا صفات كثيرة ممكن نكتب الصبر والرحمة التفكر في الكون ومخلوقات الله ممكن نكتب حسن القيادة والعدل والمساواة ممكن نكتب العطف والحرص والعدل والمساواة الصبر والتواضع البعد عن التكبر كل هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبها وغيره من الانبياء من رعي الأغنام عامل النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء دي نأكد على شيء مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل برعي الأغنام وهو صغيرا ثم عامل بعد ذلك في التجارة حتى بلغ سن الأربعين من عمره يبقى النبي كان يعمل وكان يجد ويكتهد ويكسب ويسعى على تحصيل رزق الحلال فإذا لا يوجد شيء في الإسلام اسمه بطالة أو كسل لابد الإنسان يكون له عمل شريف يتقل له فيه ويكسب كسبا حلالا مباركا بهذا العمل يبقى النبي عمل في رعي الأغنام صغيرا ثم بعد ذلك عمل في التجارة إلى أن بلغ سنه أربعين سنة أتمنى أن نحن نحصلنا أكبر قدر من المعلومات اليوم أتمنى لكم التوفيق والسداد في الختام بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أراكم في أمان الله وحفظه ورعايته وأراكم على أحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة